اليوم نشاهد هناك بيانات أو أوراق أو جداول للاحتفالات الرسمية والعطلة الرسمية ونلاحظ بأن يوم الثالث العسيري من سبتمبر أقصية تماماً كيف يتقبل المواطنة اليوم هذه الكذبة؟ هم فعلاً هيئوا هذه المرحلة على السرش يوصلوا إلى يلغوا 26 سبتمبر مثل ما كطابهم الآن هم بدأوا إنسان لا يقدر يلغي العلم ولا يقدر يلغي النشيد ولا يقدر ولكن هكذا يعني الثورة الإيرانية بنفس الطريقة ما لغوش العلم ولا لغوها وخلوها جمهورية وهي أفاقية وهي أمامية يعني ما فيش هؤلاء صناعة طبعاً المشروع أو الصناعة أو الفكر أو الخطاب أو كل ماذا هي صناعة إيرانية أحداً ما لهاش علاقة وهذا كان مش قادرين يواجهوا الناس في وقتها ويعلنوا صراحة ما في نفوسهم كل شيء قل لك الدولة موجودة العلم موجود الأمن موجود ما فيشيء كلهم ما فيشيء العلم في قلوب الناس مثلما كتب واحد قال الزبيري ما هو الشارع ولا عبد المغني شارع هؤلاء في قلوب الناس وهؤلاء صنعوا هؤلاء في قلوب الناس تلاحظ الآن أنه تحمس الناس لستعجير يستمر حتى الذي ما كانش يهتم الآن مصمم خاصه يعيش يحتفل لو ما مع الله شمعة في بيته صحيح يعني هكذا هم أعادوا للناس أعادوا للناس حبهم لسبتمبر وعرفوهم ما صنعت سبتمبر لهذا البلد وما قدمته في المجال في التعليم في الحياة في الكرامة في البناء في المساواة في ترك المجال لكل الناس ولا سؤال من أنت ولا ما جنسك ولا لونك ولا الآن الخطأ بعكس ولاحظوها الناس وعايشوا صحيح ترجمة نانسي قنقر